صباح الخير عليكم صباح الوردة والياسمين صباح كامل الحلوين صباح الحلاوة ان شاء الله تكونوا بخير صباحكم بربحكم والف وردة وزهرة في مراحكم نتمنى انكم تكونوا بخير جيتكم اليوم في فيديو حبيت نحكي معكم شوية نديروا وصفة سهلة وبسيطة وتقليدية كما نعرفوا الوصفة التقليدية تعنا غنية عن التعريف اليوم حين نديروا طمينة الله الله عليها طمينة على الغرس والسمين هنا في قسنتينة معيطولها ارفيس تونسي الولايات الخراين جبوسي عيطولها طمينة المهم حبوباتي ان شاء الله تكونوا بخير تكونوا هنين متهنين متفائلين ان شاء الله بدوا هكا دايما نهاركم ببوز تكونوا فيها دايما هكا المهم نبدأوا على بركة الله حطيت زوج كيسان سميد الى ثلاثة انا منيش حندير كمية بزاف تعرفوني ما عنديش العيلة بزاف نبدأ نحمص فيها داك السميد نحمصوا مليح بكالي كانوا يحمصوه في الطاجين في الطاجين تعطين المسرح ما دروكا عدنا في رابي داكم تعرفو عدنا غير نديروه في المقلة نرمال يجي يهبل يجي بنين لبس عليه نضوكو نحطوها داك السميد في نقلات تكون مش روحة هكا متكونش صغيرة بش يتحمصوا مليح وكامل اللي حبيبات تقيتهم النار خليوه يتحمصوا مليح مليحي واللي يتضغي كي ما الصعب برك برك نقصولو النار نقصوا النار خلاص خلاص خليوها قريب طافية نقصة خلاص النار وخليوه يتحمر في راحتو بشوية عليه ما تقلقوش عليه حركوه هكا بمغرفة حطبوله المهم حركوه بقى حركوه بالمغرفة بش ما يتحرق لكمش تابقة اللي منتحجيكم حرقوه اللي منفوق يبقى خضر كي ما نقولو المهم خليوه يتحمصوا مليح السير تعلبنة تعلبطمينا هادي في الغرس انا نفضل الغرس تعلبطانة خطر الغرس هداك الواجد والله يعني ما بقات فيه حتى بنا ما نبليش انا يعجبني تعلبطانة ننقيه ونرحيه كي ما هذا اللي راح نخدم بيه انا اليوم والله غير نقيته وبركو عجنته بيديه بصح والله ما رحيته نعمال مشي شرط انا نرحيه غير كي نعود حندير الغرس ولا حاجة هذا نقيته وبرك بيديه وعجنته وحكا بيديه شوية وخلاص نحط شوية سميد هادك ولازمني نخدمها والسميد هادك سخون نسيه ندخل السميد هادك في الغرس ندخلهم مليح في بعضاهم شوفوا معايا هنا راح نزيد شوية عزبدة نزيد شوية عزبدة نحطها ونبقى نحرك وندخل اي هي نورمال مو بيد ما نحركو وشية انا كي ما نقوله جاني سخون بزاف بديت ندخل فيه هكا بالمغارفة ومبعد انفواص ومحكم في يديه قدرت نجيس هادك السميد وكلش وليت نرمال وليت نعجن فيه بيد ديه عادي جدا المهم هنا نبقى نعجنو والزبدة احطوا قس انا درس كمية صغيرة قس زوج مغارف هكاك زوج مغارف تع زبدة مع مراين هكا يجيكم بنينا وفيها القتع الزبدة ولي عندها الزبدة تع البقارات العربية كي ما نقوله الزبدة العربية تديرها تاني يجيب الزف بنينا وتمدنوح تلقوها هايل هايل ههنا سبقاوا تعجنو تعجنو تدخلو هادكا السميد مليح في الغرس حتى يوليه مطمن كي ما هكدا يوليه يتلم وحده كي يوليه يتلم احنا نحطوه في البلوندو تخافعي تاعي وراح نلمو ندير بيه قرصة صغيرة كي ما اقولكم انا ما عنديش العيلة بسف احنا ندير بيه قرصة حكا نحكمو نطرح هديك القرصة ونلم الجناب ما نخليه شي يتفت فتلي وكون نلقاه قادي يتفت فتولة ندير شوية زبدة في يديها ونلمو حكا كانت جدتي تديرو ونلمو نبقى نلم مليح حتى تعطاني قرصة حاكمة روحة وكي ما نقولو ماهي شي عالية بزف وماهي شي واطيان كل علوزة هاو حتى اين الى دو سنتيم ماكسيمون اين سنتيمي دمي انا درز ها كي ماراكن تشوفو نلمو نعدلو حالتي حالة هكا نملسو ملفوقة كاي اللي يملسوه بالمغرفانة نملسو غرب يدي وقلت لكم درتش فيها زبدة في يدي وده انتو هكا ملفوقة ملسو بيها مليح مليح كي ولا ملس نحكمو نقطعه هو ما تعدك عادو يديرو فليمولسة السيليكون انا انا درتوها طريقة تقليدية كيما كانت تديرو نجدة يا ببي رحمها كانت تديرو هكا بعضها في قسعة طالح طب الله الله عليها و تقدرو دركا كيما نقصوه هادو كل الشيط اللي يبقاو لكم متاع الحرف اذا حبيتو بيانسور شكلتاكم يكون بخيزون تابليتو هادو كل الحرف اللي يبقاو تقدرو تديروهم في المولسة السيليكون يعني تديرو طمينة تقليدية تقليدية ومودرن ومام طن انا حكمت قصيتو مقادرة يعني كنتم تديرو بادرتو الصباح حبيتن دير ريحة تحاجة كترديسونل متصباح بكري والله غربة لك متصبعة بله متقص والله منديرو ونتقهوا به وكيما كان لحال ماضل معلم لقار ريحة الله الله في الدار وانا يا موجد السينيات على الفطار يعني على كيف جاي هبلي جي بنين وطري نتمنى تكون عجبتكم لفيديو نتلاقعه في فيديو اخرى قريبا ان شاء الله باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة